بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على أبدي ورسولين منه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه كتاب الزكاة عندنا في كتاب الزكاة في هذا اليوم تقريبا ثلاث أو مسألتان بالأصح رئيسيتان وهما الباب أو الفصل الأول من كتاب الزكاة بعدما انتهينا من تعريف الزكاة وحكم الزكاة والحكمة من مشروعيتها وحكم تاركها بخلا أو كسلا وحكم جاحدها كل هذا عرضنا له بالأمس أما اليوم فعندنا مسألة ثانية فحسب المسألة الأولى شروط وجوب الزكاة على من تجب الزكاة وقد حرصت على أن أجمع هذه الشروط من أقوال الفقهاء وأهل العلم وكتب المذاهب فوجدت أنها لا تخرج عن شروط خمسة الشرط الأول منها هو الإسلام فإن الزكاة وسائر الواجبات الشرعية والتعبدات لا تجب إلا على مسلم والمقصود وجوب الأداء بمعنى أنه لو بذلها الكافر أو غير المسلم فإنها لا تقبل منه قبولا أخرويا ولا يؤجر عليها وأما مسألة كونه مطالبا بها وأنه مخاطبا بها خطاب إيجاب فهذا واقع فالكافر مخاطب خطاب وجوب بالزكاة كما هو مخاطب بغيرها ولذلك يعاقب يوم القيامة على تركها ولم نكن نطعم المسكين ولو بذلها وهو كافر لم تقبل منه لأنه مطالب بأن يفعلها وقبل أن يفعلها مطالب أن يفعل أسبابها والتي أهمها وأولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل في سورة البلد أو إطعام في يوم دي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فلابد من الإيمان قبل الأعمال فالكافر لا تقبل منه الزكاة وكذلك المرتد ولو أسلم الكافر أو رجع المرتد إلى دينه فإنه لا يطالب بأداء ما عليه من الزكوات السابقة ولذلك قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فهذا هو الشرط الأول الشرط الثاني هو الحرية والمقصود بالحرية أن يكون الإنسان حرا أي ليس بعبد ولا قن وهذا هو المشهور والمعروف في اصطلاح الفقهاء واستعمالهم في جميع العصور الماضية وقد تولد للحرية معنى معاصر غير المعنى الفقهي الذي يتكلمون عنه فالزكاة لا تجب على عبد مملوك ولا تجب على مكاتب أولا لأنه لا يملك ولو فرض أن سيده ملكه شيئا من المال فهل تجب الزكاة على هذا المال أو لا تجب إن قلنا بوجوبها فوجوبها حينئذ على السيد وليس على العبد لأن العبد ذمته لا تنشغل بالتملك أولا لأنه هو نفسه مال مملوك وثانيا لأنه يعني لا يتحمل المواساة لغيره بهذا المهنى طيب إذن لا تجب على العبد المملوك وهذا هو مذهب جماهرها للعلم وحكاه بعضهم إجماعا والواقع أنه قد خالف في ذلك عطاء وأبو ثور من أئمة التابعين والسلف وخلافهم في هذه المسألة ضعيف وإن كنا نقول إن المسألة كلها أصبحت في عداد الماضي والتاريخ حيث لا يوجد الآن رقيق وبالتالي هذه المسألة إنما تبحث من باب استكمال البحث العلمي لا غير طيب هل تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون تبعا لمسألة الإسلام والحرية هل تجب في مال الصبي والمجنون أو بعبارة أخرى هل يشترط العقل والبلوغ أو التمييز لوجوب الزكاة كما يشترط ذلك مثلا في بعض الواجبات والعبادات الأخرى المسألة فيها ثلاثة أقوال القول الأول أن الزكاة لا تجب في مال الصبي ولا في مال المجنون مطلقا وهذا القول منسوب إلى جماعة من السلف كأبي جعفر الباقر والشعبي والنخعي وغيرهم والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيف رحمه الله أن الزكاة أيضا لا تجب في مال الصبي والمجنون إلا الزروع أو الخارج من الأرض فإنها تجب فيه حجة هؤلاء القائلين بعدم الوجوب وقد أدمجت أدلتهم أولا قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والصبي والمجنون ليس أهلا للطهارة والزكاة بحكم أنه غير مكلف ولا مؤاخذ ولذلك لا تجب عليه الزكاة ولا تؤخذ منه الصدقة وهذا الإراد يشكل عليه أنهم يجبون على الصبي ونحوه صدقة الفطر وهي مما يتطهر به العبد المسلم الدليل الثاني الذي استدلوا به على عدم وجوبها في مال الصبي والمجنون الحديث المشهور رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والحديث عند أبي داود وغيره وله طرق وإن كان في أسانده شيء من المقال ولكن احتج به جمع من الفقهاء فقالوا هذا دليل على أن ذمتهم لا تنشغل بوجوب الزكاة فيها وهذا فيه نظر لأن رفع القلم والله أعلم قد يكون معناه عدم المؤاخذة عدم مؤاخذتهم أو شغل أو عدم شغل ذمامهم بالعقوبات والآثام وغيرها أما المال فإن الزكاة واجبة في أصل المال وفي ذات المال وإن كان لها تعلق بالذمة كما يقول الفقهاء وماله الصبي والمجنون فيه مجال ومحل للمواسات وفيه مجال لتطهير المال نفسه كما سلف كذلك استدلوا بفقدان النية في حق الصبي والمجنون ونقول إن النية يمكن أن يقوم بها من يؤدي عنهم الزكاة كما هو الحال بالنسبة للحج مثلا وقد سبق بحث هذه المسألة النقطة الرابعة أو الدليل الرابع عندهم مراعاة مصلحة الصبي والمجنون لعدم موجود من ينمي هذا المال ويثمره فقالوا إن الزكاة قد تنقص هذا المال مع عدم وجود من ينميه أو يثمره هذه أهم أدلتهم القول الثالث أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هي واجبة في مال غيرهم وهذا ما ذهب الجمهور ما ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف بل وجمهور الصحابة رضي الله عنهم وهو القول الراجح أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ما هي الأدلة على ذلك أولا مطلق ومجمل النصوص الواردة في إجاب الزكاة كما سبق خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه النصوص المطلقة تدل على وجوب الزكاة على كل مال توفرت فيه الشروط كما سوف يردوا بعد قليل فهذا العموم يدل على وجوبها في مال الصبي والمجنون الدليل الثاني ما ورد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامة لا تأكلها الصدقة أو ما في معنى هذا الحديث بألفاظ متعددة فهذا اللفظ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أموال اليتامة فيها صدقة ولكن هذا اللفظ لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن أنس ابن مالك بإسناد هو أمثل الأسانيد وإن لم يكن بالقوي ورواه الشافعي أيضا عن يوسف ابن ماهك مرسلا وجاء عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وأسانيده كلها لا تخلو من مقال والصواب أنه موقوف على الصحابة رضي الله عنهم فهو جاء بأسانيد صحيحة عن جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وهذا هو الدليل المعتمد فالحجة بالموقوفات على الصحابة رضي الله عنهم واشتهاروا ذلك عنهم حتى قال بعض الفقهاء ولا يعلم لهم مخالف يعني هؤلاء الصحابة الذين قالوا بوجوب الزكاة في أموال اليتامة والمجنون يلحق به قال بعض الفقهاء لا يعلم لهم من الصحابة مخالف والواقع أن هناك مخالفة مروية عن ابن عباس وغيره ولكن لا شك أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم يرون أن أموال اليتامة والصبيان والمجانين فيها الزكاة كذلك هذا مذهب خلق من التابعين كابن سيرين وعطاء ومجاهد وغيرهم إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال إما أنها لا تجب مطلقا أو تجب مطلقا أو لا تجب إلا في الزروع والقول الراجح دليلا ونقلا وتعليلا هو أنها تجب في مال الصبي والمجنون مطلقا وذلك لأن هذه الأموال فيها محل للمواساة وقد يكون الصبي أو المجنون يملك أموالا طائلة ضخمة إما من إرت أو من غيره فإسقاط الزكاة فيها إسقاط لحق الفقير والمحتاج في هذا المعنى إذن هذا هو الشرط الثاني وهو شرط الحرية الشرط الثالث في وجوب الزكاة هو حؤول أو حولان الحول مرور الحول على المال والحول مشترط في أموال الزكاة إلا الخارج من الأرض فلا يشترط له الحول أما الخارج من الأرض فلا يشترط له الحول لقول الله تعالى كل من تمره ذا أثمر وآتوا حقه كم بعد سنة يوم حصاد وآتوا حقه يوم حصاد فهذا دليل على أن الخارج من الأرض يعطى حقه تؤدى زكاته يوم حصاده وقت وقت إثماره ولا يشترط فيها تمام أو مرور الحول طيب ما هو الخارج من الأرض الخارج من الأرض ما هو نعم الزروع والثمار وأيضا المعادن المعادن مثل ما يسمونه الركاز وفي الركاز الخمس فهو من الخارج من الأرض طيب نأتي مثلا لمعادن الحديثة كالنفط مثلا وهو أعظم وأهم المعادن وأكثرها قيمة اقتصادية في هذا العصر هل نقول تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة نؤجل هذه المسألة تذكرون فيها بعد قليل طيب إذن الحول مشروط في وجوب الزكاة فيما عدا الخارج من الأرض فيجب تجب الزكاة إذا حال الحول مثلا على الأثمان على الذهب أو الفضة على المال الورق النقدي على العروض التجارة على الإبل والبقر والغنم ترى فيها تعميم أمس بوجوب اطفاء الجوالات ومصادرات كل من يصيح جواله في أثناء الجلسة فأقول جرى التنوية حتى لا يكون فيه إرباك طيب الدليل على طبعا هذا الشرط وجوب ومرور الحول هو مذهب أكثر العلماء ولذلك يقول ابن عبد البر وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا ما هو الدليل على اشتراط الحول جاء لذلك عدة أدلة منها أولا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا الحديث هو الآخر لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجميع طرقه ضعيفة وإنما هو صحيح موقوف صحيح موقوف على جماعة من الصحابة فقد روه ابن ماجة في سننه عن عائشة رضي الله عنها وسنده ضعيف حيث فيه حارثة ابن محمد وهو ضعيف والصواب عن عائشة موقوفا عليها من قولها رضي الله عنها ورواه الترمذي أيضا عن عبد الله بن عمر مرفوعا ولا يصح في سننه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو ضعيف أيضا والصواب الموقوف كما ذكره الترمذي ورواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف جدا أو متروك والصواب عن عائشة وابن عمر وعلي موقوفا عليهم من قولهم هم فهو ثابت بأساند صحيحة عنهم ولذلك رجح جماعة فقهاء جماعة أهل الحديث رجحوا الموقوف ومما نص على ذلك الترمذي كما ذكرت قبل قليل والدار قطني وهو من نقاد الحديث المعروفين والبيهقي والبوصيري والزيلعي وابن حجر وسواهم وهذه الآثار الثابتة عن الصحابة يعتد بها لعدم أو لضعف المخالف بالأصح كما سوف أشير إليه بعد قليل طيب الدليل الثاني على الاشتراط الحاول أنه هو ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يسمون بالمصدقين عمال الصدقة الذين يأخذون الصدقة من أهل البادية ومن المزارعين وغيرهم فكم كان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المصدقين هل كان يبعثهم كل أسبوع كل شهر ما رأيكم قطعا لا كان يبعثهم كل حول فهذا دليل على أن هذا من السنة العملية المضطردة المتلقات بين المسلمين خلفا عن سلف وأيضا أن هذا هو من الضرورة التوقيتية التي لابد منها فنحن إذا قلنا وهذا محل اتفاق كما سبق وجوب الزكاة في هذه الأشياء في الزروع في الثمار في الإبل في البقر في الغنم فهنا يأتي السؤال كم وقت وجوب الزكاة لو قلنا مثلا بوجوب الزكاة كل سبوع أو كل شهر لكان في ذلك إجحافا بأصحاب الأموال ونقصا من أموالهم ولو قلنا بوجوبها في العمر مرة لكان في ذلك إجحافا بحق الفقير والمحتاج والمسكين فلما كانت السنة هي أبعد توقيت يتكرر كانت هي ميقات الزكاة زد على ذلك أن السنة هي توقيت الصيام الذي يتكرر في السنة مرة صوم رمضان وهي توقيت الحج فإنه عبادة سنوية وإن كان لا يجب في الذمة إلا مرة في العمر على المسلم إذن لا بد من التوقيت وأسلم ما يكون من التوقيت هو السنة وهو ما أطبقت عليه الأمة أما الخارج من الأرض فكما ذكرت لكم أن زكاته يوم حصاده ها هنا سؤال ما هو الفرق أو ما سر التفريق بين الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعادن وغيرها فنوجب الزكاة فيها بمجرد ما حصلناها وبين بقية الأموال الزكوية فنوجب الزكاة فيها بعد مرور الحول ذكر ابن قدامة ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره من الفقهة تفريقا لطيفا بين هذه الأموال فقالوا إن الأموال الزكوية التي يشترط لها الحول هي الأموال النامية الأموال التي تنمو وتزيد ويدخرها صاحبها لينميها والأصل فيها أنها أعدت للنماء والزيادة ولأن النماء غير منضبط اعتبر الحول مقياسا للنماء ووجبت الزكاة فيها كل حول فالزكاة في مقابل النماء بينما الخارج من الأرض لا يعد للنماء يعني الزروع والثمار لا تعد للنماء وإنما هي يعني تؤخذ وهي نفسها نماء بعدما يتم يتم أخذها واستثمارها إما أن تستهلك وإما أن تأول إلى الفساد فلا نماء فيها ولذلك لم يشترط فيها الحول طيب نرجع أيضا فيما يتعلق بالحول إلى مسألة الربح والنماء المتصل بالمال يعني إنسان عنده مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة ثم زاد هذا المبلغ من خلال استثماره بتجارة أو غيرها وتضاعف فهل نقول بأن الربح له حوله الخاص أو نقول إنه تابع لأصل المال الصواب أنه ما دام أن أصل المال قد بلغ نصابا كما سوف نذكر النصاب بعد قليل فإن الربح تابع لأصله وكذلك النماء الزيادة سواء كان زيادة متصلة أو زيادة منفصلة يعني مثلا إنسان عنده أربعون من الغنم كم نصاب الغنم أقل نصاب كم شات في كم في كل أربعين طيب إنسان عنده أربعون عنده رعية من الغنم تقدر بأربعين شات ففيها شات ثم توالدت وتنامت حتى أصبحت مئتين هل تجب الزكاة في الأربعين أو تجب في المئتين تجب في المئتين لأن حولها حول لأن حولها حول أصلها كذلك إنسان عنده مثلا مئة ألف ريال وهذا المبلغ مع الاستثمار والتجارة تحول إلى مئتي ألف ريال هل نوجب الزكاة عليه في مئة ألف أو في مئتي ألف نوجبها في مئتي ألف باعتبار أن النماء وأن الربح حولها حول أصلها ولا يستقبل بها حولا جديدا لكن مما ينبغي أن يشار إليه أن الزيادة في الأموال على ثلاثة أقسام كما ذكرها بن قدامه وتلقاها عنه كثير من الفقهاء وأهل العلم الزيادة في المال على ثلاثة أقسام القسم الأول ما ذكرته الآن وهو الزيادة من نماء المال نفسه سواء كانت ربحا أو نماءا وسواء كانت متصلة أو منفصلة فهذا الربح وهذا النماء حوله حول أصله كربح التجارة ونتاج الماشية ولا خلافة في ذلك بين أهل العلم هذا القسم الأول القسم الثاني الزيادة أو النماء من غير الجنس مثلا إنسان عنده أربعون شات بعد مرور جزء من الحول كسب شيئا من الذهب وهذا الذهب قد لا يبلغ نصابا بذاته أو يبلغ نصابا فهل نضم الذهب إلى الغنام؟ الجواب لا وإنما يعتبر الذهب شيئا مستقلا فإن كان بلغ نصابا استقبل به حوله وإن لم يبلغ نصابا لم يضم إلى الغنم الموجودة عنده هذا هو القسم الثاني أن يكون نماءا من غير جنس المال الذي عنده القسم الثالث أن يكون النماء من جنسه ولكنه من غير نمائه أن يكون من جنس المال الذي عنده لكن ليس ناتجا من المال مضاربة من أوضح أمثلته الرواتب التي يأخذها الموظفون الآن فالموظف مثلا عنده في هذا الشهر عشرة آلاف أو عشرون ألف ريال في رصيده في البنك في الشهر الثاني ازداد المبلغ إلى أربع أو خمس وعشرين ألف ريال هل هذا المبلغ الجديد هو من نماء المال السابق الذي عنده لا وإنما هو من مصدر آخر وهو عمله في وظيفته أو تدريسه أو شركته أو غير ذلك فهذا النماء هو من جنس المال يعني نقد ولكنه ليس من نماء المال السابق الذي عنده وهذه المسألة فيها خلاف بين الأحناف وغيرهم والقول المختار الذي يفتى به أن الإنسان في مثل هذه الحال يحدد لنفسه شهرا معينا في السنة يجعله شهر زكاته ثم ينظر إلى رصيده فيه فيخرج زكاته وما لم يكن النصاب انقطع خلال هذه الفترة فإن انقطع النصاب استأنف به حولا جديدا مثل كون الرصيد يزيد وينقص هذا ما يضر مدام أن النصاب باقي لكن لو نقص النصاب نقول هنا انقطع الحول ويستأنف حولا جديدا منذ استأنف النصاب واضح؟ إن شاء الله أنه واضح طيب هناك فيما يتعلق بالحول خلاف أنا قلت إن هذا مذهب الجمهور ونقلت عن ابن عبدالبر أنه يقول مذهب جماعة الفقهاء قديما وحديثا نعم ولكن هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة فقد وجد من الصحابة ومن بعدهم من يرى أن المال المستفاد يزكى حين استفاده أن المال المستفاد يزكى حين استفاده وقد نقل هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه وبن مسعود رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وغيره أنهم يرون أن المال المستفاد يزكيه حين استفاده وكأنهم قاسوه حين إذن مثلا بالخارج من الأرض أو بغيرها وسوف يأتي مزيد إضاح لهذه المسألة بعد قليل الشرط الرابع في وجوب الزكاة هو النصاب والنصاب يعني ذكرناه شرطا من باب التسهيل والفقهاء يسمونه سببا لأن الزكاة أصلا لا تجب إلا على من ملك نصابا فالمقصود بالنصاب إذن هو المبلغ أو المقدار من المال الذي إذا ملكه الإنسان وجبت عليه فيه الزكاة سواء كان ذلك في الذهب أو في الفضة أو في الإبل أو في البقر أو في الغنم أو في غيرها فهناك نصاب ما دونه لا تجب فيه الزكاة وما وصل إليه فما فوق فإن الزكاة فيه واجبة واعتبار النصابي في الجملة إجماع عند العلماء وممن حكى الإجماع عليه الوزير ابن هبيرة والإمام النووي وغيرهما من أهل العلم والدليل على وجوب النصابي واعتباره ما رواه الستة وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة فذكر نصاب الزروع وهو خمسة أوسق وذكر نصاب الذهب أو الفضة وهي خمس أواقي هذا نصاب ماذا؟ الفضة وذكر نصاب الإبل وهي خمس ذودين فهذا دليل على اعتبار النصاب والحديث كما ذكرت في غاية الثبوت فالنصاب إذن هو سبب الوجوب الشرط الخامس هو استقرار الملك أو الملك بكسر الميم على الصواب لأنهم يعتبرون أن تملك الإنسان ينطق فيه الملك أما الملك بمعنى السلطان فإنه ينطق بضم الميم وكذلك ما يتعلق بملك الله تعالى فهو ينطق بضم الميم أما تملك الإنسان فإنه يسمى ملكا عند أكثر اللغوية إذن عندنا أولا الملك أن يكون مالكا للشيء فمن البدء هي أن الذي لا يملك ليس عليه زكاة وكذلك أن يكون هذا الملك مستقرا وما معنى استقرار الملك؟ استقرار الملك قال بعض الفقهاء هو تمام الملك هو ثبوت الملك الأحناف يعبرون بلفظ الملكية المطلقة الملكية المطلقة وبعضهم يعبر بالتمكن من الملك والمقصود بذلك كله أن يكون الإنسان قادرا على التصرف في المال كأن يكون المال بيده أو يكون في حكم اليد مثل أن يكون بيد وكيله أو يكون سهل الحصول عليه فيخرج من ذلك أشياء عديدة لا ينطبق عليها تمام الملك على سبيل المثال مال يملك ليس ملكا لشخص معين وإنما هو ملك عام للأمة للمسلمين من أموال بيت المال مثل الغنيمة أموال الغنيمة أموال الفي أموال الخمس الأموال العامة النفط مثل ما ذكرنا قبل قليل الخيرات الموجودة في الأمة والتي لا يملكها شخص بعينه هل نقول هذه الأشياء فيها زكاة؟ الصواب أنه لا زكاة فيها لماذا؟ لأنها ليست مملوكة لشخص معين وإنما ملك عام للأمة فالفقير له فيها حظ أصلا من غير ما يكون أخرج زكاة وقد حاول بعض الفقهاء المعاصرين أو المتفقهين أن يجعلوا في هذه الأشياء أن يجعلها من الركاز والركاز هو دفن الجاهلية وفيه الخمس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحاولوا أن يجعلوا فيها خمسها وهذا قول ضعيف والصواب أنه لا زكاة فيها لأنه يفترض أنها هي ملك للأمة فهي تعود على الأمة واستثمارها في مصالح الأمة في شق الطرق في بناء الجسور في بناء المدارس في المصالح العامة في إغناء الفقراء إلى آخره وبالتالي ليس فيها زكاة لأنها ليست مملوكة لشخص بعينه المثال الثاني مما لا زكاة فيه لأنه غير مملوك على الحقيقة الدين الكتابة كما يسميه الفقهاء يعني العبد الذي كاتبه سيده أن يعطيه خراجا معلوما ثم يتحرر بعد ذلك فهذا الدين غير مملوك على الحقيقة لسيده لأن العبد لا يزال قنا ولأنه يستطيع أن يتراجع عن ذلك حتى لو سدد بعض نجوم الكتابة ثم طرى عليه أو ضعف أو عجز وقال أنا تراجعت وأريد أن أعود إلى العبودية فحينئذ يقول لا زكاة في هذا الدين لأنه غير مملوك على الحقيقة وبإمكان المكاتب أن يتراجع عن هذا العقد وأن لا يسدد الدين فهذا ليس بمملك ولا زكاة فيه مثله أيضا المال الموقوف على غير معين مثل إنسان جعل مالا وقفا للفقراء أو للمساكين أو لطلبة العلوم النافعة أو لبناء المساجد أو لأنشطة الدعوة أو لغيرها المهم أنه أوقف هذا المال إيقافا عاما لا على أشخاص المعينين فهذا الوقف ليس فيه زكاة عند جمهور العلماء وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية أما وكذلك الوصية يعني إنسان يوصي بعد وفاته بشيء من ذلك فليس فيه زكاة أما الوقف أو الوصية على معين فالمذهب الحنابلة أن فيها الزكاة مثل إنسان أوقف المال على فلان وذريته مثلا فهذا يقولون فيه زكاة لأنه أشبه المال المملوك والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه حتى هذا المال ينبغي أن لا يكون فيه زكاة من حيث هو وقف لكن إذا كان الموقوف عليه أخذ شيئا من هذا المال من غلة الوقف من ريعه ثم توفرت فيه شروط الزكاة فالزكاة عليه واجبة فيه حينئذ تملكه فحال عليه الحول وبلغ نصابا فيجب عليه أن يزكيه طيب كذلك من الأموال التي لا زكاة فيها لأنها غير مملوكة المال المأخوذ من كسب الحرام وأعني بذلك الحرام الواضح الصريح أما لو كان أخذه وله في شبهة أو هو لا يعتقد تحريمة فهذا يملكه لكن إذا كان المال حراما كالمال المغلول مثلا أو مال الرباء الصريح أو المال المسروق أو المنهوب أو المغصوب أو نحوها فإن الإنسان لا يتملك هذا المال في الحقيقة وإذ لم يتملكه فإنه ليس عليه فيه زكاة وقد يقول لنا قائل أنتم الآن تعطون هذا مثلا السارق أو تعطون هذا الغاصب أو تعطون هذا المرابي هدية وجائزة بإسقاط الزكاة عنه فيقال له كلا هو الشرع يطالبه بأن يتخلص من هذا المال كله وليس فقط من نسبة منه لأن الزكاة تطهر المال وهذا المال غير قابل للتطهير مدام دخل من حرام ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول فنقول هذه الأموال ليس فيها زكاة لأنها غير مملوكة أصلا لصاحبها كذلك من المال غير المملوك الذي لا يكون فيه زكاة ما يسميه الفقهاء بمال الضمار وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال ليس في مال الضمار زكاة فما هو مال الضمار مال الضمار هو كل مال لا يضع صاحبه يده عليه ولا يستطيع أن يصل إليه مثلا لو أن رجلا ظل ظل بعيره أو ضاعت سيارته مثلا ولا يدري أين هو فليس عليه في ذلك زكاة مثلا لو فقده لو دفنه في مكان ثم ضيع المكان الذي دفنه فيه لو أنه غرق أو غاص في البحر ولو كان مال ثمينا بضاعة أو سلع أو ذهب أو غيرها ثم غرقت في البحر وإمكانية الحصول عليه واردة لكن لا يستطيع أن يعرف متى يكون هذا وهل سيكون أو لا يكون فليس فيه زكاة مثل لو صودر المال أو كان له دين عند شخص وجحده أو غصبه أحد ماله أو سرقه ولا يعرف السارة فمثل هذه الأموال الشبه ضائعة وصاحب ولا يضع يده عليها ولا يستطيع أن يثمرها ولا ينميها ولا يستفيد منها ولا ينفق منها فهذه الأموال تسمى أموال الضمار وليس فيها زكاة لأن الملك فيها غير ثابت غير تام غير ظاهر وإن كان له فيها شوب تملك بخلاف المال الذي يملكه وهو مثلا قد وكل عليه أحدا أو نوب عليه أحدا مثل ابن السبيل ابن السبيل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا أو لا طيب لماذا عنده أموال في بلده كثيرة لكنه الآن مثلا مغترب وبعيد ولا يستطيع الوصول إلى ماله هذا في وقت من الأوقات أما الآن يعني الحصول على المال سهل من خلال التقنيات المعاصرة فابن السبيل في هذه الحالة يأخذ من الزكاة وماله ليس مال الضمار بل فيه زكاة لأن وكيله في ذلك البلد أو نائبه أو ولده يقوم مقامه فيما يتعلق بتثمير المال وتنميته هنا أيضا مسألة تتعلق بتمام الملكية وهي الدين زكاة الدين وأترك هذه المسألة لأنها سوف نأتي إليها إن شاء الله فقد وضع المصنف لها بابا أو فصلا خاصا فالدين هنا يصلح السؤال عنه في الوجهه الوجه الأول الديون التي لك على الناس هل تزكيها باعتبار أنها مملوكة لك أو لا تزكيها باعتبار أنه ليس هناك ملكية تامة فيها والملكية فيها مشوبة أو ناقصة ولذلك اختلف العلماء في الدين هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب على أكثر من خمسة أقوال سوف أعرض لشيء منها فيما بعد ومثله أيضا لو كان عندك مال وعليك دين يقابل هذا المال فهل نقول بوجوب الزكاة في مالك أو نقول أن الدين يمنع الزكاة باعتبار أن المال الذي تملكه يعني يفترض أنك سوف تقدمه سدادا للديون هذه أيضا فيها خلاف وإن كان الأمر فيها أوضح فأكثر الفقهاء يرون أن الدين يمنع الزكاة فلو كان عندك مثلا مئة ألف ريال وعليك دين مئة ألف ريال فعند أكثرهم في هذه الحالة ليس عليك زكاة على كل حال ندع هذه لحينها هذه الآن هي المسألة أو النقطة الأولى التي ردنا بحثها هذا اليوم وهو ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة وباختصار ذكرنا أن الزكاة يجب أو يشترطوا ليجوبها خمسة شروط ساعدوني على استذكارها الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني الحرية الشرط الثالث الحول مرور الحول الشرط الرابع النصاب الشرط الخامس استقرار الملك طيب النقطة الثانية عندنا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة طبعا يقول الفقهاء أن الزكاة تجب في المال المملوك النامي الفاضل عن حاجتك إذن المال المملوك بطبيعة الحال ذكرنا الملك وتحدثنا عنه قبل قليل بما لا حاجة لإعادته والتذكير به فلابد أن يكون المال مملوكا لشخص أو لأشخاص فالمال غير المملوك لا زكاة فيه والمال الذي تملك فيه ضعيف ليس فيه زكاة أيضا فلابد أن يكون المال مملوكا الشرط الثاني أن يكون المال ناميا والمقصود بالنمو أن إما أن يكون ينميه فعلا يضارب مثلا بتجارة يشتغل مثلا بمزرعة يبيع يشتري إلى غير ذلك يرعى إبيله وبقره وغنمه ففي ذلك نمو أو يكون المال قابلا للنماء يعني قد يكون إنسان عنده مئة مليون ريال قد وضعها في رصيده في البنك ولا يضارب بها ولا يبيع ولا يشتري هذا المال هل نقول أنه غير نامي لأن صاحبه لا يضارب به لا هو نامي لأنه نامي بالقوة كما يقولون يعني نامي بالإمكان بالإمكان أن يكون ناميا وهو من أنواع الأموال النامية وإن كان صاحبه قد نام عليه فلم يعد المال ناميا بل أصبح نائما فالمقصود بالمال النامي أن يكون ناميا بالفعل أو ناميا بالإمكان وبذلك يخرج المال أو تخرج الممتلكات التي ليس من طبيعتها أن تكون نامية مثل ماذا مثل الثياب التي تلبسها هل نقول في شماغك زكاة ولو كان غالي الثمن لا لأنه مما يتموله الإنسان ويستعمله أو في السيارة مثلا ولو كانت من أفخم أنواع السيارات مثل إيش السيارات الفخمة يعرفها الشباب مثل مرسد مثلا أو ها الشباح أي طيب غيرة يكزز ما شاء الله طيب الفياجرة هذه ليس بسيارة وإنما أركبوها عليها طيب إذن السيارة ليس فيها زكاة التي تركبها البيت الذي تسكنه ليس في زكاة المكتبة التي تستخدمها في القراءة والبحث والطناع ليس فيها زكاة الأجهزة التي عندك يعني أجهزة للإستخدام أفرض عندك مثلا جهاز كمبيوتر أفرض عندك آلة تصوير أفرض عندك عندك في البيت مثلا أجهزة كثيرة من الثلاجات الغسالات أجهزة التنظيف وغيرها وغيرها كل هذه الأشياء ليس فيها زكاة لأنها أعدت ل الاستعمال وكذلك الأثاث لو كان عند الإنسان مثلا من الأثاث من الكنب من الفرش من الستائر من الألوان الأشياء المعدة في البيوت مهما بلغت أثمانها فهذه الأشياء ليس فيها زكاة لأنها لم تعد لإنما وإنما هي أعدت ل الاستعمال ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي روه البخاري وأبو داود الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد ومالك وغيرهم عن نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فالعبد الذي يقوم على الإنسان في الخدمة والفرس التي يركبها الإنسان ليس على الإنسان فيها صدقة لأنها أعدت للاستعمال والقنية وزيادة والتجارة ولذلك يقول الإمام النوي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث يقول هذا الحديث أصل في عدم وجوب الزكاة في مال القنية أصل في عدم وجوب الزكاة في مال القنية وهذه المثلة من حيث الإجمال إجماع فقد ذكر الإجماع عليها ابن رشد والوزير ابن هبيرة الحنبلي وغيرهم من أهل العلم أن أموال القنية لا زكاة فيها وإن كان لإمام أبي حنيفة خلاف يسير في الخير يقول بالرشد رحمه الله لا خلافة في عدم وجوب الزكاة في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ويقول الوزير ابن هبيرة أجمعوا على أنه ليس في دور السكنة وثياب البذلة وأثاث المنزل وذواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال أنه ليس فيها زكاة إذن أموال القنية ليس فيها زكاة لماذا؟ أولا لأنها أموال غير نامية كما ذكرنا وثانيا لأنها مشغولة بحاجة الإنسان الأصلية الضرورية لو نظرنا في الأموال التي تجب فيها الزكاة لو وجدنا مثلا الأنعام من إبل وبقر وغنم الجوامس فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها لأنها بقر نعم فهذه الأموال هل هي نامية أو غير نامية؟ هي نامية؟ كيف تكون نامية؟ تتوالد اللبن السمن إلى آخر المشتقات فإذن هي تتوالد وتتكاثر ومن ورائها يكون الدر وغيره فهي نامية كذلك الأثمان طبعا عروض التجارة عروض التجارة أيا كانت من سلع من مواد من إبل من بقر من غنم من دور من عقار من سيارات من غيرها هذه العروض نامية وهو أصلا إنما يضارب لزيادة ماله وكونه أخرق أحيانا ويفشل في تجارته هذا ما هو بشغلنا لكن المقصود أن أصلا عروض التجارة هي للنماء فهي نامية كذلك الزروع والخارج من الأرض فهو أيضا لا نقول إنه نامي بل هو نماء بذاته ولذلك وجب في هذه الأشياء الزكاة وأوضح المذاهب في اعتبار النماء والله أعلم هو مذهب الإمام مالك رحمه الله فإنه من الملاحظ أن المالكية عندهم عناية خاصة بملاحظة النماء ولذلك ذهب الإمام مالك إلى أن عروض التجارة الطويلة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا باعها يعني لو كان عندك عقار جلس أربع أو خمس سنوات دون أن تبيعه فهل تزكيه كل سنة عند الجمهور نعم الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا زكاة فيه إلا إذا بعته تزكيه كم مرة؟ مرة واحدة لماذا؟ لأنه راعى فيها مسألة النماء كذلك الدين عند الإمام مالك رحمه الله فالديون حتى لو كانت عند مليه إذا وصل الدين إليك وكان جلس عند صاحبي أربع أو خمس سنوات فإنك إنما تزكيه سنة واحدة وفي المسألة الخلافة الذي وعدتك أنني سوف إن شاء الله أعرض له فيما بعد طيب إذا هذا ما يتعلق بموضوع النماء ولأن النماء شرط في المال أصلا لم نقل بوجوب الزكاة في أموال القنية كما سلف ولم نقل بوجوب الزكاة في أموال الضمار الأموال المضمرة لأنها ليست للنماء فصاحبه لا يملكها ولا يستطيع التصرف فيها بحال من الأحوال طيب بناء على هذه النقطة هل تجب الزكاة في الحلي المعد للإستعمال حلية المرأة هذه مسألة ثقية وإن كانت فرعية ويسيرة إلا أن الطحان فيها شديد وعشرات الكتب كتبت فيها والخلاف فيها يحتدم أحيانا لا ينبغي أن يكون فيها شدة لأن المسألة يسيرة والأقرب والله أعلم أنه لا يجب فيها الزكاة لأنها داخل في القاعدة التي ذكرناها فهي يقينا ليست معدة للنماء للنماء وهذا مذهب للجمهور ونقل عن جماعة صحة عن جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى وفي المسألة قول آخر والأحاديث الواردة في المسألة لا تخلو مما قال وإن كنا نقول إن من أراد أن يحتاط ويزكي فإن هذا خير ونور طيب ولو لم يأتي من ذلك إلا تقليل استخدام هذه الحلي وأن كثيرا من الأخوات والمؤمنات قد يكون عندها أموال ضخمة موضوعة في هذا الذهب أو الفضاء أو غيرها من المعادن والأشياء الحلي التي ربما لا تستخدم إلا في السنة مرة أو أقل من ذلك إذن المال لابد أن يكون مملوكا هذا واحد وثانيا لابد أن يكون ناميا الشرط الثالث ما هو زائدا أو فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية وأظهر ما يكون هذا الشرط اللي هو زيادته عن حاجة الإنسان الأصلية أننا نلاحظ أن الشرع لم يوجب الزكاء إلا لمن بلغ ماله نصابا وكأن النصاب روعي فيه أن غالب من يملكه يكون عنده نوع من الغنى والجانب الثاني المراعى في هذا الشرط هو الحول الحول فإن كون الإنسان يملك نصابا ويدور الحول عليه لم ينقص عنده هذا النصاب فإن هذا مظنة أن يكون ذلك زائدا عن حاجة الإنسان الأصلية وبناء على هذا طبعا هناك شروط أخرى لا دعي لتكراري لأنها معروفة مثل أن يكون سالما مثلا من المانع مثل الدين أو غير ذلك لكن بناء على هذه الشروط نقول أن الأموال الزكوية الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصنف الصنف الأول منها ما يسمى بالأثمان وما هي الأثمان؟ الذهب والفضة والدليل على وجوب الزكاة في الأثماني قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والحديث الصحيح ذكرته بالأمس صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يقضى بين الخلائق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار إذن وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عند الحاكم في مستدركه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فأديت زكاته فليس بكنز وهذا أيضا الصواب أنه موقوف من كلام جابر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عليه أقوال الأئمة وكثير من السلف أن ما أديت زكاته من المال فليس بكنز وبناء على ذلك ثبت في القرآن الكريم وجوب الزكاة في الذهب والفضة بنص الآية الكريمة طيب هل يدخل في الأثمان غير الذهب والفضة ما رأيكم؟ والله مشكل الآن أكثر الناس ما عندهم ذهب من هو الذي تجد في بيتي سبائك من ذهب أو من فضة الناس الآن إنما يستخدمون ماذا؟ الورق النقدي إذن مما يدخل في الأثمان العملة النقدية أيا كانت مثلا العملة المعدنية فيها الزكاة يقينا لأنها أثمان فهي أولى أو مثل الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيها أيضا العملة الورقية أيا كانت من ريال أو دولار أو جنيه أو دينار أو غيرها أو ربية أو فإن في ذلك كله الزكاة إذا بلغ النصاب بل أقول أكثر من ذلك قد يصل الناس أو بعضهم إلى حد الاستغناء عن العملة الورقية أو هذا لا يمكن ممكن جدا وخصوصا مع تقدم التقنية وسائل الاتصال والإنترنت والكمبيوتر وتطور العقل البشري في هذا المضمار فقد تصبح مقتنيات الإنسان أو تصبح أرصيدة مجرد أرقام وربما ما يحتاج إلى مثلا ورقة صغيرة وربما لا يحتاج إلى شيء من ذلك أصلا فنقول الزكاة واجبة في كل هذه الأثمان المملوكة سواء كانت متداولة بين الناس بالفعل أو كانت قائمة مقام التداول فهذه فيها الزكاة ولا ينبغي أن يكون في ذلك أي إشكال القسم الثاني من الأموال أو النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الخارج من الأرض من الزروع والثمار لقول الله تعالى كل من تمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاد فهذه الآية نص في وجوب الزكاة فيها ومثل أيضا قوله تعالى في الآية الأخرى يا أي الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وهذه الآية أعم من الأولى فإن الأولى فيها حديث عن الزروع والثمار لكن الآية الأخرى في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض يدخل فيها الزرع والثمر ولذلك الفقهاء يقولون زكاة الخارج من الأرض ثم يتكلمون عن زكاة الزروع والثمار ولكن يدخل فيها الخارج من الأرض من غير ذلك مما هو ملك للشخص كما ذكرنا كالركاز لو أن إنسانا ضفر بركاز من دفن الجاهلية أو غيرها من ذهب أو فضة أو نحوهما فإن فيه الزكاة وزكاة الخمس لأن جهد الإنسان في تحصيله قليل جدا ولذلك رفعت نسبة الواجب فيه طيب النوع الثالث عروض التجارة والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم فإن قوله من طيبات ما كسبتم حملها غير واحد من العلماء والمفسرين على ما كسبه الإنسان من المال بالبيع والشراء والتجارة ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة وخالف في ذلك ابن حزم وبعض السلف والجمهور والأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في عروض التجارة بل نقول أن عروض التجارة فيما يظهر لي والله أعلم من أولى ما يوجب فيه الزكاة لأن نموها سريع وضخم ونحن نجد الآن أن الأموال الهائلة الطائلة والأرصد الضخمة لا يفرح بها مثلا الفلاح بمجرده أو صاحب الإبل بمجرده وإنما يستفاد ذلك أكثره من عروض التجارة حتى الزرع أو الضرع إذا صار عروض تجارة أصبحت الأموال المجنية من ورائه أموال طائلة وكثيرة فلذلك نقول أن عروض التجارة فيها الزكاة على القول الراجح وهو مذهب الجمهور وقد استدل بعضهم بحديث سامورا في ذلك وهو ضعيف طيب القسم الرابع هو سائمة بهيمة الأنعام والمقصود بالسائمة التي ترعى الحول أو أكثره من الإبل والبقر والغنى وهذه لا أعلم دليلا عليها من القرآن الكريم ولكن دليلها تابت بالسنة المستفيضة كما في وصية أبي بكر رضي الله عنه والحديث الذي ذكرته قبل قليل في خمس دود ووصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا الخلفاء فالأحاديث المستفيضة وأطبق الصحابة رضي الله عنه وأجمع العلماء أيضا على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ويبدو لي والله أعلم أن بهيمة الأنعام يمكن أن نستأنس لتدليل على وجوب زكاتها من القرآن الكريم بالأموال فإن الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال والذين فيه أموالهم حق للسائل والمحروم فنحن نعرف أن غالب أموال العرب في عد الرسالة ماذا كان؟ كان الإبل والبقر والغنم فلو كانت مستثناة من هذا العموم لكان هناك النص عليها والإشارة إلى عدم وجوبها يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على أن الزكاة واجبة في تسعة أصناف من المال الذهب الفضة الإبل البقر الغنم البر الشعير الطمر الزبيب طبعا هو يقول أجمعوا ابن حزم خالف في الزبيب وهناك أموال أخرى دل الدليل على وجوب الزكاة فيها لكنه لم يذكرها إنما ذكر ما أجمعوا عليه من هذه الأموال التسعة وسوف نعرض لأشياء من ذلك إن شاء الله في حينه إذا مررنا على الأبواب الخاصة بالمال الذي تخرج منه الزكاة هذا هو ما يتعلق بالمقدمة المؤلف ولو قريناه على عجل حتى نلاحظ أننا لم نترك منها شيئا يقول وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا شرط الحول إلا في الخارج من الأرض يوم حصاده ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا هذا شرط النصاب قال وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها يعني لو أن عند إنسان مئة ألف ريال وجبت عليه الزكاة فيها جميعا بما في ذلك الزائد على النصاب بخلاف السائمة فإنه لا شيء في أوقاصها مثلا عنده أربعون من الغنم ففيها شات حتى تبلغ كم مئة وعشرين فالذي عنده أربعون يخرج شاتا والذي عنده مئة وعشرون كذلك فهذا يسمى وقصا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبي وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين